تسأل عن أفضل الدعاء بين السجدثين يا أم أحمد من المدينة المملكة العربية السعودية بالنسبة للدعاء الوارد بين السجدثين هي قول هي أن تقولي رب اغفر لي رب اغفر لي أو تقولين اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني واهدني وارزقني وعافني هذه سبع كلمات ورد فيها حديث صحها إسناده جمع من أهل العلم يعني وردت أحاديث بمجموعها هذه الألفاظ السبعة اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني وإذا اقتصرت على قول رب اغفر لي رب اغفر لي لا حرج في ذلك جمهور العلماء يذهبون إلى أن الدعاء بين السجدثين سنة مستحبة وفريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن الدعاء بين السجدثين واجب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ولكونه دعاء وقع بين ركنين ترجمة نانسي قنقر